السلام عليكم طالبات العزاء اليوم سوف تكون محاضرة الأولى في مادة الإحصاء كورس الثاني قبل البدء والدخول بالإحصاء والقوانين يجب أن نفهم مجموعة من المصطلحات أولاً أن مادة الإحصاء هي مادة مهمة تدرس في الكثير من الجامعات والكليات وحسب الاختصاص فمنها يدرس كمادة أساسية مثل قسم الإحصاء وبحث العمليات وكمادة ثانوية في جامعات الطب والهندسة إذ أن الإحصاء هي أداة أو هو أداة تستخدم من قبل الباحثين والطلبة لغرض معالجة مشكل أو مجموعة من المشاكل والوصول إلى حل هذه المشكلة أو هذه المشاكل من خلال استخدام الأدوات الإحصائية ما الذي نقصده بالأدوات الإحصائية؟ عندما تكون لديك ذات البيانات مهما كان نوعها وهذا طبعاً حسب الفلتر التخصص ونحن كمهندسين كيميائيين بياناتنا مثلاً تختص بالخواص الفيزيائية مثلاً للمعادن البيانات هنا كونها أرقام تأخذ في بعضها يونت أو وحدات وأحياناً قد تأتي نتيجة عمليات العدد وهنا يجب أن نفرق ما بين الأثنين وهذا سوف يقوم بعد قليل إن شاء الله بالنسبة للمصطلحات الإحصائية المصطلح الأول اللي هو Publation المجتمع الإحصائي أي بيانة مهما كان مصدرها هي ناتجة من مجتمع إحصائي ويقسم عادة المجتمع الإحصائي أما إلى ما يعرف به بمعنى مجتمع إحصائي محدود مثال على ذلك سكان العالم وعدد الطلاب بقسم الهندسة الكيميائية أو Infinite لهو مجتمع إحصائي غير محدود أي لا نهائي مثال على ذلك عدد النجوم سنك السالمون الموجود في النهر إلى آخر Sample العين مثلا أربع طلاب هم عينة من مجمل عدد الطلاب الموجودين في القاعة أيضا عندنا Random Sample اللي هو العينة العشوائية مجرد أن تأخذ عدد من الطلاب بشكل غير مبرمج وبشكل عشوائي وتستخرج معدل درجات العام الماضي هذا هو ما يعرف به العينة العشوائية لكن عند أخذ عدد من الطلاب من خلال ترميز معين أو أخذ حسب مواصفات معينة هذا لا يعتبر عينة عشوائية Sample Array is the set of measurement of a sample elements Variable المتغيرات المتغيرات بصورة عامة هي نوعين وهما ما يعرف به Dissecrate Variable والContinuous Variable بالنسبة للDiscrate Variables وهي البيانات المتوصلة تقطعها والتي تأتي من خلال العد أما النوع الثاني اللي هو الContinuous Variable اللي هي متغيرات مستمرة وتأتي من خلال القيأس ما الفرق ما بين هذين النوعين من المتغيرات وهذا جدا مهم يجب أن نفهمه لأنه مفتاح الحل للفصول القادمة هناك فرقين رئيسيين الContinuous Variable يحتوي على وحدات فمثلا حسب هذا المثال ممكن أن نقيس أو العمر يقاس من خلال عدد السنوات فمن الممكن أن نقول 62 سنة من الممكن أن نقول 63 سنة و8 أشهر أي أن الContinuous Variable يجب أن يوجد فيها unit وحدة هذا رقم واحد وأيضا dot أما Dissecrate Variable فتأتي نتيجة عدد بمعنى حسب هذا المثال أن العائلة تمتلك أما صفر طفل أو واحد أو اثنين أو ثلاثة لا نستطيع أن نقول أن العائلة تمتلك اثنان ونصف طفل أو ثلاثة على الصحيح وثلاثة وثلاثة واثنين واربعين جزء من الطفل فهذا لا يمكن وكذلك لا تحتوي على unit مما يتكون جدول التوزيع التكاري؟ جدول التوزيع التكاري بشكل عام يتكون من أربعة حقول ما هي هذه الحقول الأربعة؟ وكيف يتم عملية ملأها؟ أولا ما يعربي class limit اللي هو حدود الفئة ثانيا class founders وما يعرف الحدود الحقيقية للفئة ثالثا class mark هي مركز الفئة وأخيرا frequency ولهما يمثل تكرار الفئة كيف تم تمثيل هذه الحقول والملأها؟ سوف نحاول من خلال المثال الموجود ها هنا شرح كيفية عملية ملأ هذه الحقول example the life of the catwalk in hours was simple هذا المثال يتمثل بالعمر التشغيلي لمصابيح الإضاءة أولا الخطوة الأولى يجب أن نعرف ما هي نوع هذه البيانات هل هي continuous variable أم لسكت variable من خلال مبطوق السؤال نجد hours hours تمثل إيش؟ وحدة unit تمثل unit وأن وأن كانت الأرقام الموجودة في هذا السؤال لم تأخذ صيغة decimal أي مراتب بعد الفارزة وإنما كانت أعداد صحيحة لكن نتيجة وجود الوحدة ال unit المستخدمة وهي الساعة فعلي أن هذه ال data الموجودة في هذا المثال continuous variables بين قوسين measurement أي تقاس أي إنها بيانات يمكن قياسها أوكي إذن نسى هذه الخطوة رقم واحد إنه إحنا حددنا نوع البيانات الخطوة الثانية نأتي هنا إلى ما يعرف ب size بالنسبة لهذا السؤال فمن خلال عد القيم الموجودة ها هنا نجد إن العدد هو خمسين قيمة هذه الخطوة الثانية ما فعلت هذه الخطوة هذه الخطوة مهمة جدا لكي نستطيع أن نقوم بعملية تقسيم هذه البيانات إلى فئات فمثلا إذا كانت عدد الفئات الآسف عدد البيانات أكبر من خمسين فيتم تقسيم هذه البيانات من عشرة إلى عشرين فئة أما إذا كانت القيم أصغر من خمسين فيتم تقسيم هذه البيانات من خمسة إلى عشر فئات وعليه وحسب المثال الذي تكلمنا عنه نجد أن عددها هو خمسين فبالتالي سوف تقسم هذه القيم إلى من خمسة إلى عشر فئات الخطوة الثانية هذه الخطوة يجب أن نقوم باستخراج إذا نسأل هذه الخطوة رقم واحد دعونا نقول هذه الخطوة دعونا نقول رقم اثنين اللي هو استخراج القيمة الصغرى والقيمة الكبرى الموجودة في هذا أو في هذه القيم أصغر قيمة كانت تتمثل في ستمية وثلاثة وستين بينما القيمة الكبرى كانت سبعمية وأربعين طبعا نحن لا نحتاج نرتب هذه القيم تصاعد أو تنازلي لا نحتاج أن نرتب هذه القيم إلى تصاعد أو تنازلي بعد أن قمنا بتحديد القيمة الصغرى والقيمة الكبرى نستخرج ما يعرف ب range وهو عبارة وهو عبارة عن القيمة الكبرى مطروحا منها القيمة الصغرى 740 ناقصا 636 740 الخطوة الثالثة حددنا range اللي هو largest minus smallest value الخطوة الرابعة استخراج ما يعرف بال total width وهو يأتي من حاصل طرح range جمع مع ما يعرف بال one unit in last signal digit ما تعني هذه العبارة الأخيرة وتعني وحدة واحدة من آخر مرتبة مؤثرة وهي المرتبة ما بعد الفارزة وبعدد المراتب سوف نحاول أن نفهم ما معنى هذا الكلام إذن one unit in last significant digit تعني وحدة واحدة من آخر مرتبة مؤثرة وهي ما بعد الفارزة وبعدد المراتب ممكن أن نوضح هذا الكلام بمعنى لنفترض لدينا القيم التالية 200 عدد صحيح وثلاثة 7 عدد صحيح وثنين 5 عدد صحيح و4 إلى آخره هنا لنفترض لدينا 3 عدد صحيح 7 5 هنا نفترض 2 عدد صحيح 9 1 هنا 3 عدد صحيح 5 ونفترض ونفترض أيضا لدينا 3 عدد صحيح و3 3 3 مثلا 7 عدد صحيح 2 5 0 وعدنا 3 عدد صحيح 5 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 يكون قيمته صفر مهما كان العدد الصحيح الموجود ها هنا تعتبر قيمته صفر دوت نأتي هنا ماذا تمثل هذه آخر مرتبة مؤثرة وهي ما بعد الفارزة مهما كانت قيم الموجودة ها هنا تعتبر هي القيمة المؤثرة واحد فإذا القيمة المؤثرة لأي رقم لديه مرتبة واحدة بعد الدوت هو صفر عدد صحيح وواحد بالعشرة نأتيها هنا ثلاثة عدد صحيح وخمسة وسبعين ثلاثة عدد صحيح وواحد تسعين ثلاثة عدد صحيح وخمسة يجب أن نقوم بعملية إضافة صفر لكي حتى تكون شنو إيش هنا من الساويات فإذا فهيستهنان نفس الحالة مهما كان الرقم أو العدد الصحيح الموجود ها هنا فيمثل صفر دوت هنا لدينا مرتبة بعد الفارزة المرتبة الأولى التي بعد الفارزة أيضا قيمتها صفر أما المرتبة الأخيرة فهيستكون قيمتها مثل ما قلنا أصغر قيمة مؤثرة في أي عدد اللي هو شكية واحد نأتي إلى الحالة الثالثة أيضا مهما كان العدد الصحيح تكون قيمة صفر مهما كان العدد الموجود ما بعد الفارزة يعني العدد الأول ما بعد الفارزة فأيضا يكون قيمة صفر أيضا العدد الثاني ما بعد الفارزة أيضا قيمة صفر وأصغر قيمة مؤثرة هنا هي واحد حتى إذن هنا مهما كان يعني كأنه إن كانت هناك مرتبة واحدة بعد الفارزة فإذن قيمة المؤثرة اللي هي أحنا نسميها One unit end Last significant digits فهي صفر عدد صحيح واحد وإذا كان مرتبتين فهو صفر عدد صحيح واحد عشره هنا إذا كان صفر عدد صحيح صفر صفر واحد حسب المثال الموجود لدينا نعود إلى المثال مجد أن الأرقام الموجودة هاهنا كلها أرقام صحيحة فإذن كيف نستطيع أن نستخرج آخر مرتبة مؤثرة هنا في مثل هكذا أمثلة فإذن آخر مرتبة مؤثرة هي عبارة عن واحد عدد صحيح وتجمع مع النورينج اللي هو كان عبارة عن 77 فيكون حاصل الجمع 7 8 هذا بالنسبة للتوتال ودف الخطوة التي بعدها خطوة خامسة نستخرج ما يعرف بالكلاس بالكلاس ودف نستخدم من خلال القانون التالي اللي هو التوتال مقسوما على number of ثلاث التوتال إذا استخرجنا قيمته 78 و ثلاث number of ثلاث مين نحصل عليه نحصل عليه من الملاحظة الأولى اللي قلناها بالوداية أول خطوة سويناها اللي هي size بما أنه هنا هو عبارة عن خمسين قيمة فمعناته إذن ال-n هي بالتالي إيش أصغر أو يساوينا خمسين فإذن معناته عدد الفئات اللي راح نشتغل على أساسها هي من خمسة إلى عشر فئات فإذن القيمة الأولى للفئة راح تبدي من خمسة حنعيد أحجاها بالبداية خطوة رقم واحد ومن خلال ذات الموجودة ها هنا كان العدد خمسين رقم فبالتالي نطبق القانون التالي بما أنه القيمة الموجودة أصغر من خمسين فإن عدد الفئات يكون من خمسة إلى عشرة فإذن الفئة الأولى اللي راح نشتغل على أساسها هي خمسة فلهذا وضعنا خمسة نقسم مانية وسبعين تقسم خمسة راح يطلع عنا خمسة عدد صحيح وستة بالعشرة طبعا الرقم اللي استخرجناه هسا يعتبر خاطئ ليش نان انتبه هسا النتيجة خاطئة توجود مرتبة بعد الفارزة اوكي حتقول لمهي يا أرقام مجرم لا عليك يا فكري اهنان دير حاجة احنا ما دام هو عدد صحيح لازم يطلع عدد صحيح ما دام هو عدد بعد يعني عدد صحيح بعد مرتبة واحدة يجب أن تكون جميع النتائج الصحيحة الصحيحة التي نأخذها في الحل هي عبارة عن عدد صحيح بعده مرتبة واحدة إن كانت جميع القيام الموجودة في كبيانات او ثلاث مراتب او خمس مراتب بعد الفرز يجب أن تكون كل القيام المستقرجة هي مرتبة او ثلاثة او خمسة اوكي فبالتالي إذن ترفض هذه النتيجة اوكي رفضناها للنتيجة شو هنسوي إذن نرجع من جديد نستخرج لكلاس ودف هنقول اوكي لكلاس ودف يساوي 78 القيمة البعض الخمسة للفئات هي ستة ف78 تقسيم ستة فإذن هو عبارة عن 13 وهذا هو الرقم الصحيح لكون الناتج جاء رقم صحيح خالي من أي دوت لكون البيانات التي أعطيت لي خالية من الدوت رغم هي ايش رغم هي عبارة عن مجرمنت اللي هي عبارة عن كونتينيواز باريابل أوكي أوكي إذن هسا القيمة الصحيحة هي عبارة عن 13 الخطوة اللي بعدها اللي هو استخراج ما يعرف بالكلاس سرقم ستة أصف كلاس ترفض اللي كلاس ترفض هو عبارة عن اللي كلاس ودث اللي كلاس ودث ناقصا 1 unit in last significant digits الثلاث ودث شكت استخرجنا 13 ناقصا 1 unit من هي 1 unit احنا قلنا قيمتها شكت واحد ليش قيمتها واحد يعني قلنا هي عبارة عن القيمة الأخيرة المؤثرة في مجموعة القيم فبالتالي راح تكون القيمة للأنتروفال هي عبارة عن 12 حسب مثالنا الفرق دائما واحد مهما كانت الإضافة ليش واحد يكون in one last one unit in last segment digits هو شكت قيمتها قيمتها واحد أوكي خلصنا هاي الخطوات الستة اللي هاي نطبقها في كل مثال كلاسيك أوكي في عمليات التوزيع نأتي هاي الآن وين لكي نملي هذه الحقور بالنسبة للحقل الأول class limit أصفر قيمة بدينة بيها شكت كانت كانت ستمية ستمية وثلاثة وستين أوكي ستمية وثلاثة